هنروح لكرة الطائرة منتخب الكرة الطائرة واللي اتكلمنا عنه في بداية البطولة بطولة أفريقيا اللي بتتلاعب في صالة رقم 2 باستاذ القاهرة في بداية المشوار كان مع مباراة مهمة في المجموعة مع الجزائر والجزائر فازت علينا 3-0 يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان الجزائر تاخد طريقها وحناخد طريقنا ونقابل بعض في النهائي طبعا بتأييد ومسندة من خماسي أهلاوي موجود مع المنتخب اللي حقيقة بيلعبه بطولة أفريقيا وقلنا ساعتها ان مباراة الجزائر مباراة سلاح زو حدين يأما هكون سبب لوصلنا للنهائي ويمكن نحصد البطولة أو هكون سبب لخروجنا يمكن المباراة ما كانتش مباراة يعني صعود أو خروج من البطولة ولكن كانت مباراة مهمة في المجموعة خلتنا ناخد الطريق الأصعب شوية لعبنا الكاميرون في قبل النهائي عملنا مباراة رائعة وفوزنا 3-1 جينا بعد كده عندنا مباراة الجزائر ليبيا الحقيقة حققت مفجأة النهاردة كبيرة بفوزة على الكاميرون بمديليا بعد 45 سنة 45 سنة المنتخب الليبي للكرة الطائرة بيفوز بمديليا برونزية أفريقية بعد غياب طويل ويمكن دي أكبر هدية ممكن يقدمها منتخب الكرة الطائرة لدولته في ليبيا بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت أكيد حاجة يعني ممكن تبسط يعني إخواتنا هناك بعد الأحداث الكبيرة اللي حصلت نتيجة طبعا العصفة أو عصفة دانيال اللي ضربت خاصة مدن شرق ليبيا طيب مين الخماسي اللي بيلعب وهنقول لحضراتكم النتيجة يمكن مباراة النهاردة هتبقى المصر والجزائر الساعة السابعة بتتلعب احنا متقدمين 2-0 في الأشواط مباراتنا مع الجزائر متقدمين 2-0 مع الجزائر ان شاء الله رايحين على بطولة أفريقيا سبحانك يا رب المباراة في البطولة في الأول كانت بلا روح الفرقة يمكن مباراة الجزائر فوقيتك بشكل كبير النهاردة انت بتلعب الفاينال مع نفس الفريق وكسبانة 2-0 الروح ثم الروح ثم الروح وده اللي عمل ترانسفير كبير للفرقة وده السبب فيه اللعيبة الكبار في السن أو اللعيبة الكباتن الكبار طب مين عندنا بيشارك دلوقتي مع المنتخب أحمد صلاح حسام يوسف محمد عصران عبد الرحمن سعودي محمد رمضان ويمكن حسام يوسف معد الفريق اللي دور كبير جدا في الفوز بالبطولة أو الفوز على الكاميرا عن الاسف ان شاء الله يكون ليه فوز بالبطولة فال كويس يعني يمكن أنا غلطت آه في البتاع ولكن فال حلو أنا بقول كسب البطولة والنتيجة 2-0 مع منتخب الجزائر دلوقتي ورحين ان شاء الله على 3-0 بإذن الله خلينا أقول لكم ان ليبيا هو مفاجئة البطولة والحصان الأسود يستطيعني فوز بالمديلة البرونزية طيب مصر أخبارها ايه في أولمبيات يعني باريس 2024 بتهلي بعد الفوز بطولة أفريقيا دي تصطفنا هيعلى جدا احنا يمكن احنا وتونس بنتصدر أو تونس الأول بتصدر تصنيف الأفريق العالمي وبتأتي وراها مصر ولكن لسه 7-8 شهور يمكن بعد مباراة هالعب منتخب مصر هنجمع نقاط أكتر ونتأهل مباشرة ان شاء الله على حساب تونس لأن تونس خرجت من دور التمانية بعد الهزيمة من منتخب ليبيا على ما أتذكر الكاميرا انقاسف كاميرا اللي خرج تونس فطبعا يعني ده مش هيساعدها أو انها جمع نقاط ولكن مصر اللي هجمع النقاط ويكون لها دور كبير ان شاء الله الفترة اللي جاية في جميع النقاط عشان تتأهل لأولمبيات ان شاء الله باريس 2024 طيب جزائر يعني بتدور على اللقب التامن لها أو الرقب الاول لها من 8 سنوات في الكرة الطائرة آخر 3 نسخ فاز بيها منتخب تونس في الكرة الطائرة منتخب مصر محتاج يفوز ده لأن تونس لها 10 ألقاب احنا 8 ألقاب مصر بتدور على اللقب التاسع ان شاء الله بإذن الله نفوز به خلاص الدنيا هانت وشكلها كده بإذن الله تنتهي المباراة واحنا بنا مع حضراتكم على الهوى وأكيد هنبارك لمنتخبنا لمنتخب الكرة الطائرة الحقيقة عمل ترانسفير جوه البطولة بشكل جاي تبتدى وحش ولكن مع المباراة زاد المستوى وارتفع مع المدير الفني الجديد لا فيو الإيطالي